في الجزائر لا نمارس كورة القدم لا بسهولة ولا بصعوبة نحاول أن بما نمارسها إذن؟ بالكلام وبالسوشال ميديا وبالتسويف وبكثير من هذه الأمور غير الواقعية عندما يتحدث اليوم لسات الرجل يمتلك حوصلة من تجربة دابت على مدار شهور أو سنوات على مختلف المنتخبات الوطنية للذين يتحدثون على إخفاق اليوم لسات هل يدركون بأن سواء لسات أو تيلي سانطانا على رأس أي منتخب من الفئات السنية الجزائرية الصغرى يعني أنا من هذا المنبر أتحدى كل من ينتقد سواء لسات أو رمان أو غيره أنا لا أتحدث على التقنيين كتقنيين أو مكوينين أنا أتحدث على المنظومة وكنت دائما ألح على أن منظومة الكرة في الجزائر جد عرجاء وسودوية إلى أبعد الحدود ربما الذي يتحدث على بعض المباريات التي أجراها لسات منذ بعض الأيام يقول لك كيف تعادلنا مع ليبيا ويأخذ ليبيا على أساس أنها دولة أقل من شأن في ممارسة كوات القدم لا يا أخي الواقع الجزائري في الفئات السنية أستطيع أن أقولها وبالفم المليان بأننا ربما من أضعف المنتخبات الإفريقية والأسيوية والأمريكية ولا تحد على أوروبا نحن من أضعف الضعفاء في التكوين نحن لا نمارس التكوين أصلاً عندما نأتي بمدرب لهذه الفئات سواء أقل من 19 أو من 23 أو من 17 يعني خذ أي رقم وضعه على الورقة أنا متأكد من شيء المدرب الذي يأتي أو المكون الذي يأتي على رأس أي منتخب سوف يقوم بعملية بريكولاج جد ممنهجة لماذا؟ يحاولون دائماً قبيل أي تظاهرة سواء دورة تأهلية أو نهائيات أو ما إلى ذلك يحاولون تجميع بعض اللاعبين ممن يتوفرون لدينا في هذه البطولة عديمة التكوين ويأخذون بعض اللاعبين من البطولة الفرنسية أو الأوروبية على وجه الخصوص لذلك تخيل معي عندما يأتي هذا المدرب ويضع هذه المجموعة ويلقمها بمجموعة من اللاعبين هو دائماً مثل ما كنت تحدث على بوغرة هو دائماً يجد نفسه أمام مجموعة أو قائمة تتغير في كل تربص لا يستطيع استحضار مجموعة من اللاعبين ويشتغل معهم على مدار أربع سنوات وليس عام وشهرين مثل ما تحدث راسات ربما للشباب الذين يتابعون كونة القدم يظنون يا عماد بأن تكوين أي فريق خصوصاً في الفئات السنية يظنون بأن تكوين أي فريق يتم على مدار شهور أبداً يا عماد المنتخبات أو الدول التي اعتنت والتفتت إلى التكوين في هذه الفئة تعمل على مدار 10 15 سنة إلى المستقبل